عاشت هذه العائلة وانظر إلى عائلة مهاجرة من أرض كنعان اسمها الأول فلسطين إلى مصر عائلة فقط عائلة هاجرت من فلسطين إلى مصر إذا من كان يسكن في أرض فلسطين نقولنا أن أصل بني إسرائيل هو يعقوب عليه السلام وأبناءه الاثناشر هل كانت فلسطين هكذا خاوية على عروشها ولا يعيش فيها إلا الاثناشر هذا كلام من الناحية التاريخية وليس بصحيح بل كان يسكن أرض كنعان وهي الاسم القديم لفلسطين وموجودة في التوراة باسم أرض كنعان كان يسكنها جماعات من العرب هاجرت إلى فلسطين كعادة القبائل العربية بحثا عن الماء وبحثا عن عن الظروف المواتية من قحت الجزيرة العربية فهاجرت قبائل في 3000 سنة قبل الميلاد 3000 سنة قبل الميلاد هذا أول ما نعرفه قبائل العربية من الفينقيين ثم تبعهم قبائل عربية من الكنعانيين والكثير من القبائل العربية هؤلاء العرب هم أصل شعب فلسطين العرب إذن هم أصل شعب فلسطين عائلة يعقوب عليه السلام كانت عائلة تسكن في فلسطين مهاجرة من من العراق من أورمين من العراق فهاجروا من فلسطين إلى مصر عائلة فقط وشعب فلسطين هو الشعب العربي من قبائل من قبائل العربية ظلت هذه العائلة عائلة يعقوب عليه السلام تعيش في رعاية يوسف عليه السلام الذي تبوأ منصبا كبيرا في مصر مع